اذا عطوا صوت النجاح تقدم لكم برنامج دقائق يعده ويقدمه لكم الدكتور بحمد بشارات أهلا بكم عزيزي المستمعين الكرام في الدقائق لأكون معكم في رسائل هامة وتطويرية في التنمية الذاتية دقائق عنوانها دورة تدريبية مستمرة دورة تدريبية مستمرة ما هي هذه الدورة التدريبية المستمرة؟ دورة لتعديل السلوك الإنساني دورة لضبط المشاعر دورة لضبط المواقف دورة لإدارة الوقت دورة لضبط السلوك إنها الدورة المستمرة معك عزيزي المستمع عزيزة المستمع عنوانها بشعار جميل حبيبي محمد لما قال أرحنا بها يا بلال عبد الله ابن محمد ابن أبي الحنفية أنه قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده فحضرت لنا الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية اتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح فأنكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال قم يا بلال فأرحنا بالصلاة هذه الدورة التدريبية المستمرة عزيزي المستمع عزيزة المستمع دورة لضبط السلوك دورة لضبط الأداء دورة لتطوير الذات دورة لاحترام الوقت دورة للتعامل الإيجابي مع النفس دورة للاتزان دورة للروحانية نعم منها دورة تدريبية مستمرة غير متوقفة هذه الصلاة حينما تفهمها بهذا المعنى ستستمسك بها ستستمر بها نعم ليس الصلاة فقط الحركات إنما الصلاة بمعناها القيمي بأدائك وحركاتك وخشوعك وانسجامك واستجابتك نعم استجابتك لذلك لما ربنا سطر بقرآنه ولا تقربوا الصلاة أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون لابد أنك تكون صاحب واعي مهم جدا أنك تكون فاهم شو تعمل لأن هذه الدورة التدريبية التي تنمي فيك الأداء تنمي فيك الاستجابة تنمي فيك الاتزان تنمي فيك التوجه تنمي فيك احترام الوقت تنمي فيك الدقة في العمل تنمي فيك الانضباط بل تنمي فيك الحرص على العمل والطاعة يا الله يا الله عزيز المستمع عزيز المستمع لو فهمتم معنى الصلاة الحقيقي المعنى الانضباطي هذه الدورة التدريبية المتكاملة خمسة آلاف سبعمية وعشرين مرة في الثلاث سنوات الأولى حينما تدرب ابنك عليها خمسة آلاف سبعمية وعشرين مرة وأنت تدرب ابنك للصلاة للصلاة ثم تستمر معك الصلاة لتكون دورة تدريبية متكاملة ضبط الأوقات والأعمار والأزمان حينما تنظر لها بتدرجها بجمالها بعظمتها تفهم معنى الراحة تفهم معنى الأداء المستمر تفهم معنى تطوير الدار تفهم معنى أنك لابد أن تكون متميز تفهم معنى أنك لابد أن تكون قوي وعظيم بأداءك بتطويرك حينما تفهم أنها دورة تدريبية مستمرة بالأداء والتطوير والعلاقة بالنهج لذلك سبحان الله انتبه معي عزيزة المستمعة اذا انت بدك تتميز حالك وتتقوى وتكون متميز وتكون قوي بدك تكون رائع بدك تكون عظيم انتبه لهذه الصلاة هذا الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الشهادتين الركن الثاني الهام والخطير الذي لا تعدر به باي حال من الاحوال تعدر بالصيام والله تعدر بالصيام تعدر بالحج من استطاع له سبيل تعدر بالزكاة والحول وإن استطعت إن استطعت بالحج إن استطعت بالزكاة إن استطعت في موضوع الصيام الركن الرابع ولكن لا عذر لك ولي في موضوع الصلاة لا عذر لنا هذه الدورة التدريبية المستمرة حينما نفهم معانيها أداءها سلوكياتها هي حقيقة دورة تدريبية لتطوير الذات بناء القدرات نعم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قمة العمل الصالح الصلاة قمة العمل الصالح الأداء هذه الدورة المتميزة التي تبني فيك الأداء تبني فيك القوة تبني فيك الذكر تبني فيك المحبة تبني فيك القرب واسجد واقترب وأقيم الصلاة لذكري إذن هي تنمي فيك الحالة الروحانية التي يفقدها كثير من الناس من الغرب يبحثون عن الروحانية هنا وهناك أنت تأتيك دورة تدريبية متميزة لتستمر معك حتى نهاية حياتك هذه الدورة هي بالصلاتك بالاستراحة الحقيقية بالاستراحة المتميزة بالعمق الوجداني النفسي الكامل حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع برنامج دقائق أعده وقدمه لكم الدكتور محمد بشارات السلام عليكم معكم الدكتور محمد بشارات إذا عجبكم هذا الفيديو لو سمحتوا لايك شير سبسكرايب وأتمنى أن نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته